كذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو بالصحيح أيضا أن رجلا كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في استفتاحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة فلما فرغوا من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لقد فتحت لها أبواب السماء فتحت لماذا فتحت لهذه الدعوات التي قالها هذا المؤمن الصحابي في صلاته قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد علم وشاع وذاع وله الفخر اتباعه للسنة قال فما تركتهن بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهن ذلك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتحت لها أبواب السماء ومن هنا نفقه أن ثمت أعمال جليلة تفتح لها أبواب السماء والله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع